الإفطار في أوروبا وأمريكا تقليدي جدا على نظام أنتر كونتون انتال يعني إفطار فيها الأساسيات فقط لحد الأدنى المواقف متوفرة في سويسرا لكن غالبيتها غير مجانية توقف السيارة وتبحث عن المكينة اللي تدفع منها وتصدر الإيصال وتحطه على الطبلون تختار اللغة الإنجليزي تختار عدد الساعات هنأخذ ساعتين تضغط أوكي تحط هنا الكريدت بعد ما تحط الرقم السري يظهر لك الإيصال تحط الإيصال بشكل ظاهر على الطبلون البوليس لو مروا مالك الإيصال تأخذ قسيمة بـ 40 فرنك وحياناً 80 فرنك وحاول تختار الوقت المناسب لتقضي احنا اخترنا ساعتين ساعة دعشة الآن الصباح المفروض نأخذ السيارة الساعة واحدة الظهر لو تأخرنا ثلاثة أربعة ومرة البوليس نأخذ قسيمة أيضاً الشلال استوباخ بالقرب من انتر لكن الشلال مرتفع جداً الشلال مرتفع جداً هذا وادي لوتر برونين من أجمل الوديان في العالم في عدة معالم هذا الشلال استوباخ ثم شلال ترملباخ وينتهي بقمة شيلث هورن خلف جبال الألب وبين بحيرتين جميلتين هناك بلدة سويسرية من أجمل الأماكن السياحية في العالم انتر لكن في هذه المنطقة شلال ترملباخ في وادي لوتر برونين وهذا نهر ترملباخ الجميل ما يجمل هذا الوادي الجبال تصب منها الشلالات والأرض تخترقها لأنهار الصعود إلى شلال ترملباخ بطريقتين إما تاخذ المصعد إلى المرحلة السادسة وتكمل درج أو تبدأ بدرج رأيك أبو معاد شكرا يلا شكرا يلا شكرا يلا شكرا يلا شكرا يلا شكرا يلا هذه الصدوع الهائلة الموجودة في الجبال تسمى الخوانق المائية تشكلت بسبب ضغط المياه عبر ملايين السنين الماء أقوى قوة في الطبيعة سبحان الله الجليد اللي في الجبال يذوب وينزل على شكل جداو المياه هي اللي تشكله لأنهار في الأسفل هذا الشلال الهادر يعتبر ضعيف عند الشلال اللي حفر هذه الجبال طبعا في العصور المطيرة قبل آلاف السنين هذا شلال هنا النهر وهذا شلال وأمامنا شلال هذا غير اللي زرناها بلاد الشلال نحن أخذ التلفريك ونصعد إلى قمة شيلث هورن تسمى قمة جيمس بوند لأنه نمثل فيها فيلم جيمس بوند هذا لقيت له في أغلب بلدان العالم حتى في تايلند لقيت له جزيرة سعود الجبل يمر في عدة محطات كل محطة لها سعر مثلا إذا بترحوا المحطة ستة فرنك لكن يجب تاخذ كامل الخط إلى القمة التذكر بمية وخمسة فرنك هذه الفلوج تكسو قمم الجبال تنزل على شكل جداول وخوانف مائية وتشكل هذه الأنفل الآن هنسلك هذا الممر الجبلي إلى هذه القمة مشيا على الأقدام بسم الله توكلنا على الله ولا حوله هذا أعجب تريل مر علي تريل اللي هو ممر جبلي وصلنا القمة ولله الحمد هذه هي جبال الألب السويسرية جبال الألب تشغل عشر مساحة أوروبا جبال الألب أكبر سلسلة جبال في أوروبا كنتد على مساحة أربع دول فيها مناظر طبيعية خلابة لذلك استغلتها سياحيا هذه الدول يرتبط الشعب السويسري ارتباط وثيق في جبال الألب زرعوا سفوحها وبنوا عليها قراء ولا يستغلونها سياحيا بل أنها أصبحت شعارة أوروبا قارة صغيرة من ناحية المساحة يقتنى عدة شعوب والعجيب أن لغاتهم مختلفة وثقافاتهم مختلفة رغم صغر المساحة ما السبب؟ السبب هو جبال الألب رغم قربهم من بعض إلا أن عورة المنطقة أدت إلى صعوبة الاتصال بينهم فهم متجاورين متباعدين نقيت شي غريب في جبال سويسرا أعتقد أن الكتاب على الجدرام مرض عالمي تلوث بصري أصل اعتلال نفسي موجود في أغلب دول العالم نحتس القهوة على ارتفاع 3000 متر في انتظار عربة التلفريك أبو معاذ كيف نعرفك التلفريك؟ على سفوح جبال الألب تقع قرية مرن الحالمة هذه القرية صديقة للبيئة قرية بلا محركات ولا سيارات بوريكم طلالة هذا الفندق وسيلة التنقل في هذه القرية الأقدام اللي ما يمشي هنا وين حي يمشي هذول شبان الديرة هذول أهل مرن هذول أهل مرن الله الله ما هذا الجمال ياسويسراء ليلة في هذا الكوخ تعادل الإقامة في أفخم منتجات العالم أحيانا البساطة تكون هي الأناقة شوفوا أناقة الترتيب شوفوا حديقة الكوخ دخلنا التلفريك من بوابة ألية من هذاك الاتجاه وسنطلع من هذا الاتجاه لكن لازم نحاسب على المواقف من المكينة عشان نطلع ألية تختار اللغة تحط الكرت تظهر لك القيمة 7 فرنك تقدر تحاسب بطاقة الفيزا وتقدر تحاسب كاش وتقدر تحاسب حتى بالهلب هذا البوابة مغلقة تحط الكرت تفتح لنا البوابة نطلع إلى قرية جميلة اسمها وينجل أيضا صديقة للبيئة ما فيها سيارات بواسطة القطار هذه قرية وينجل على سفوح جبال الألب بالقرب من انتر لكن أكبر من قرية مورين ومناسبة للسكن